السلام عليكم مع حضراتكم الطالبة فاطمة رضا شكري الاشرم الفرقة الاولى بكلية الطب البطري جامعة المنصورة سقولك عليكم اليوم قصيدة بقلمي وعنوان كلمة بحبك ما تساويش كلمة بحبك ما تساويش تعب السنين يمه وانتي بتقولي ما فيش شايلة الهموم وليالي كتير عينيك مدائة النوم صهرانة عشاني انا عرفة تعبتك دير وبقلبك يما انا حاسس وبقلبك يما انا حاسس تعب من كتر التفكير تشوفيني متدايق تقولي لي ما لك احكيلي ممكن اشيل عنك شوي والله يما انا تحتك مهما الزمن دار بيت بقيت وزير او سفير ولو حتى رئيس جمهورية انا تحتك انا تحتك يلا عنك رب العباد قال ان الجنة تحت قدر قاله السند هو القدر قاله السند هو القدر لكن ما بالك دعوة ساعد فجرية تهون وتيسر عليك كل شيء صعب تدعوة ام بتصلي وتدعوة تقول يا ربي دا ابني دا ابني والله يما والله يما دا ربي ساترها معايا بوجودك والله يما دا ربي ساترها معايا بوجودك والدنيا بتحلالي لما بسمع صدى صوتك من يومة ولدتي وانت جمي من يومة ولدتي وانت جمي ولما بويا بيغيب ولما بويا بيغيب بتبقي امي وابويا وسنادي اجا بعيد عنك معلش يا امي والله ما كنت عارب من يومة رأي عنك يا امي وانا كل يوم بموت من يوم فرائي عندك يا أمي وأنا كل يوم بموت وبصرخ صرخة من قلبي بأعلى صوت وبصرخ صرخة يا أمي تهد بيوت وبصرخ صرخة يا أمي بأعلى صوت وبصرخ صرخة يا أمي تهد بيوت ويوم مرجع ويوم مرجع لقيك يقضى عليك الموت ويوم مرجع لقيك يقضى عليك الموت لقيت أمي سيبالي وصي بتقول لي فيها خلاص يا ابني ما عدش في العمر بقية كنت مفكرة إن الولد هو السند لكن يا ابني السند هو اللي رفع السماوات بغير عمد ارجع يا أمه ولو سني ارجع يا أمه ولو سني تقولي لي فيها كلمة تانية تقولي لي إنك سمحتين تقولي لي إنك سمحتيني ما كنتش عارف أنا آسف ما كنتش عارف أنا آسف أنا آسف وطلعت بعد وصحت من نوم على صوت أمي وهي بتقول لي قوم حضنت أمي حضن ماله مسي والله يا أمي أنت ماليكي بديل وعلى كلامي عندي مليون دليل وأنا اللي كنت مفكر أني من غيرك هعيش والله يا أمي بقولها لك كلمة بحبك ما تسويش والله يا أمي بقولها لك كلمة بحبك ما تسويش شكرا